السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الاكرم والذي اكرمنا بليلة فضيلة مباركة انها ليلة القدر والتي خلد سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز فقال انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة لماذا عظمها الله تعالى ولماذا سماها ليلة القدر لان قدرها عظيم وشأنها كبير وايضا لان العباد فيها تحتمل اجرا وتوابا مضاعفا وقيل لان فيها تقدر اقدار الخلائق في هذه الليلة المباركة الله عز وجل يكتب على عباده الاقدار للعام القادم من صحة ومرض من غينا وفقر من نجاح ورسوب من عزة وذلة ومن حياة او موت الكل يكتب في هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل اكرمها لماذا لان فيها وقع حدث عظيم وجليل وهو نزول القرآن الكريم من السماء الى الارض في هذه الليلة امر الله تعالى جبرايل عليه السلام بان يأخذ نسخة من اللوح المحفوظ لهو القرآن العظيم ونزل به الى بيت العزة لهو في السماء الدنيا نزل به دفع واحدة ثم بدأ بعد ذلك ينزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرقا منجما بحسب الوقائع والاحداث هذه الليلة المباركة ربنا عز وجل يقول إنا أنزلناه فيها تعظيم بمعنى أن القرآن الكريم هو المحتفى به نحن نصوم ونقوم الليل احتفاءا بنزول القرآن الكريم وكان أول ما نزل هو خمس صور من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذه الليلة المباركة سبب منحها للأمة الإسلامية هو أن الأمم السابقة كانوا يعمرون كثيرا كان الرجل يعمر خمسمائة سنة ألف سنة يقال بأن فرعون عاش ثلاثمائة سنة ونوح عليه السلام لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا دواليك لكن أعمار الأمة الإسلامية ضيقة بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك ربنا عز وجل أعطنا هذه النعمة وهذا الفضل فقلنا ليلة القدر خير خير من ألف شهر ألف شهر هو تلاتة وتمانين سنة يعني أفضل بكثير من تلاتة وتمانين سنة حسبوها العلماء قل لك إلا عاش تغير تقريبا تلاتين سنة وكل ليلة في رمضان تقوم ليلة القدر غير يكون عمرك أزيد من ستلاف سنة أنت عمرك أستن عام لكن تبعت عند الله يوم القيامة وعمرك تجاوز ستلاف سنة بمعنى أن أعمر أمة الأمة الإسلامية ستكوني الأطول والأكرم والأبرك هذه الليلة ما يقع فيها ربنا عز وجل يأمر جبريل لوكت أمين الملائكة وأمين الوحي وقائد الملائكة جبريل عنده سبعمية جناح وكل جناح يمثل السلطة وجناح واحد لو ضرب به هذا الكوكب الأرضي لا سرى ترابة ينزل سيدنا جبريل في كابة من الملائكة أي في جماعة من الملائكة الملائكة أطهار نورانيين لماذا ينزلون؟ لكي يسلموا ويدعوا ويباركوا لكل من كان ذاكرا لله قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو قائما كل من كان في عبادة إلا ويسلمون عليه ويدعون له ويباركون له في هذه الأيام المعظمة هذه الليلة متى هي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يالله كان غير يخبرنا أين هي هذه الليلة فادخلوا عنده وحد جز الصحابة وبدأ أن يحتقان كلك يقول حقي حقي فدخل بينهما الشيطان وغاضبا فإذا بالنبي الكريم قال نسيتها الله تعالى سلبا منه ولم يعرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصحابة ألحوا عليه يا رسول الله أي ليلة في رمضان فقال لهم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فبدأ الصحابة يجتهدون في العشر الأواخر كلها الوطرية والشفعية إلى أن جاء يوم أمنا عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله دلني عليها فقال لها التمسوها في العشر الوطرية من رمضان هي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتسع والعشرين لكن لماذا الناس يقومون بالسابع والعشرين لماذا يقال بأن عبدالله بن عمر رضي الله عنه جاء صحاباء شفروا أمانمية تعاقبت فيما بينهم فأخبروا بها النبي الكريم قالوا رأيناها ليلة السابع والعشرين قال هي تلك وقيل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في لحظة مع النبي فقال لا إلا علها السابع والعشرين وسيدنا أبي بن كعب الحافظ للقرآن الكريم أقرأكم للقرآن أبي قال والله إني لا أعلم أي ليلة هي إنها ليلة السابع والعشرين شمسها تطلع لا شعاع فيها فالعلم قال هناك علامات لهذه الليلة المباركة أولها ما كيكوش شمسها الغدله ما كيكوش في شعاع حار وما كتكونش في الرياح ولا قواصف ولا عواصف وكتكون في السكينة والطمأنينة في القلوب والأرواح والناس كيشعروا بنشاط زائد في غير أيام رمضان ووحدة نورانية تشع في هذه الليلة بسبب النور دي الملائكة هنا أمونا عائشة قتله يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقل فيها قالقوا فيها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني ماذا يستحب في هذه الليلة؟ الإنسان ديك الليلة إن شاء الله نهل إثنين أشغالي للإنسان ديك الليلة إن أسق بعض العصر إن أسق شوية ياخد طاقة دياله يشبع من النوم باش يستعد للقيام من اللي يفطر ياخد فطور خفيف يستحب أن يستحم ويلبس أجوة تياب ويتعطر ثم يبكر للمسجد أثناء العشاء غدرق المؤمنين والمؤمنات سبقوه للجامع آن داك غد يبدأ بذكر الله أجمل شيء نبدأ بالاستغفار مئة مرة لأن الاستغفار الله عز وجل يزيل عنك الصدق لكن في القلوب بعد ذلك أبدأ بالصلاة على النبي مئة مرة لاش باش يعتقد الله الحلاوة للعبادة اللي كيشعر بالملل وما كيشعرش بحلاوة العبادة باش يجيبها يصلي على النبي الكريم وكيعطي الله حلاوة العبادة ثم يبقى مع المؤمنين والمؤمنات في الصلاة وغايز في الاستراحة المؤمن والمؤمنات كيقلسوا للذكري والمذاكرة دروس الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك جميل أنه يستحب مع مصحف وسبحة من اللي يسالي من الصلاوات والقيم والرقوع يقرأ المصحف الشريف إلى تعب من المصحف الشريف يشد سبحة يذكر الله تعالى لا يضيع لأن كل اللحظة فيها أجر وتواب ومن لي سلاتش كله يرفع دي السماء ويقول لأدعية لأن في هذه الليلة الله تعالى يعطيك ما تريد اللي كان مارض وصقيم العلاج يأتي هذه الليلة بالصحة والشفاء العاجل اللي كان فقير الله يعطيه الغنى والمال الوفير في هذه الليلة المباركة اللي كان متزوج وديما في السراع وخصام في هذه الليلة يعطيهم الله المودة والرحمة اللي كان عازم أو عنده بوار الله تعالى يرفع عنده الموانع ويختار له الأنيس والرفيق والحبيب المبارك اللي ما عنده ولدات الله تعالى يعطيه الحمل القريب اللي عنده أولاد وأشقياء ربك يهديهم في هذه الليلة ويطوم الصلاح أكثر من الدعاء 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 ولا ننسى الأموات الأموات دينا ما ننسوهمش لنا في القبور دينا تموى ما ديني ديهم ندعيدهم بالرحمة والمغفرة لا بأس مش نزورهم في هذه الأيام في المقابر ونحتار مؤداب القبور ومأقرة الشريعة الإسلامية من دخل المملكة الأموات سلامنا عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن اللحقون اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم وندوم عن شوي ذي المال ركت جمعتم الفقراء والمساكين لا بأس نصدق عليهم ونوسع الفقراء والمساكين شهر الصيام والقيام والموساة وهكذا سنكون إن شاء الله تعالى حصلنا على أجر وفير لهذه الليلة حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بعض العلامة يأكدوا بأن هذه الليلة رفعلا هي السابع والعشرين علماء معاصرين لهم مختصين فيما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم القرآن الكريم رياضيا كانفسروا به الآيات مثلا سورة القدر أعدد آيتها أو أعدد كلمتها ثلاثين كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر إذا حسبناها ثلاثين كلمة والشهر في ثلاثين يوم إلى أن قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر كلمة هي هذه زائدة كيقول العلماء لو قال رب العزة سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما فلماذا ربنا عز وجل حشر كلمة هي في السياق قال لك هي هي رقم 27 سلام هي فهذا أرجح بإذن الله تعالى أسأل الله الكريم أن تقبل منا ومنكم أجمعين الله ما تقبل منا سيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن اللهم وفقنا لقيام العشر الأواخر على الوجه الذي يردك عننا واكتب لنا في ليلة القدر أوفر النصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله